رعى سيادة المطران خريستوفورس عطلة حفل افتتاح كنيسة التجلي سارة الأثرية في مدينة الصلط بحضور أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجزين ورئيس بلدية الصلط المهندس محمد حياري وعددا من الأباء الكهنة وأبناء الرعية على وقع أنغام الفرقة الموسيقية وفي كلمته أعرب سيادته عن سعادته بترميم هذه الكنيسة العريقة التي يعود بناؤها لعام الستمائة وخمسين وهي شاهدة على الوجود المسيحي والحضارة المتأصلة في هذه البلاد المقدسة مشيدا في كلمته بعمق العلاقة الأصيلة التي تجمع أبناء الصلط من مسيحيين ومسلمين كنموذجا للعيش الواحد القائم على المحبة وفي الختام أقام المطران خريستوفورس صلاة النياحة عن راحة نفوس الأباء والأجداد الذين سبقون على رجاء القيامة والحياة الأبدية وما زالت رفاتهم المباركة محفوظة ومكرمة بجانب الكنيسة أنا اليوم متأثر بوجودي بهذا المكان لأنه نحكي من القرن الرابع والخامس عن وجود وكيف نحن اليوم موجودين بهذا المكان أرواحنا بتلتقي بأرواح أباءنا وأجدادنا مع بعضنا البعض بروح الإيمان والتقوى والتطلع للمستقبل هذا المستقبل اللي منطلب من ربنا أنه يكون مبارك محمي بعنايته الإلهية حتى يحفظ ويحرص الجميع أبنائي وبناتي ألف مبروك للجميع ألف مبروك للوطن ألف مبروك للسلط للمدينة الغالية كمان بحب أشكر عطوفة كمان اللي هو اليوم معنا عطوفة أمين وزارة السياحة والأثار السيد عماد حجزين محبتي الكبيرة إله لدورك المميز ودور الوزارة في وزارة السياحة والأثار على كل الجهود اللي بتبذلوها مع كل المؤسسات في الوطن الإخوة من المسؤول عن اللجنة السياحة والأثار في البرلمان كمان سعادة الباشا الحبيب اللي موجود كمان معنا الدكتور مأمون وكل الإخوة المأمونين عطوفة كمان مندوب مصاعد المحافظ اللي كمان موجود كل الشكر والتقدير لإله مع كل الوجوه العشائر الموجودين معنا اشتركوا في القناة